كلمتنا سريعا على دي دي جو ميز وكنا بنستعرض مع بعض أهم الأرقام الخاصة حققها دي دي جو ميز في الفترة الأخيرة يمكن هو عنده خبرة أفريقية كواسة جدا يعني ضرب المريخ السوداني ضرب الإسماعيلي ضرب حرية الغيني ضرب شباب كوستانتين الجزائري ضرب القطني الكاميروني قدامنا على الشاشة فيه مدربين بيجوا يستوطنوا القرى الأفريقية فيه مدربين على مدار السنين طويلة جدا مدربين أوروبيين بينجحوا مع الفرق الأفريقية ومع المنتخبات الأفريقية وأعتقد دي دي جو ميز واحد منهم بس هو برضو دي علامة أنه برضو يعني ما بيعودش فترة طويلة في نادي يعني اللعب مع الإسماعيلي مثلا تسع مطشاط كسب اتنين اتعادل أربعة خسر تلاتة برضو يعني عنده خبرات عنده خبرات أفريقية ولكن هو مدرب دفاعي طريقته الدفاعية نوعا ما أو لحد كبير بلعب بأسلوب دفاعي مع أي من الفرق اللي تولى مسؤوليته أنا شايفه اشتغل في الكاميرون مع القطن اشتغل مع شبيبة بسانتينا الجزائري مع البن الأثيوبي مع هوريا الغيني مع الإسماعيلي حاجة مع واحدة من الفرق دو هو وصل بس يعني نص نهاي كل التاريخ نص نهاي بس تكون فدرالية 2012-2013 لكن هو برضو حيبقى عارف النادي الأهلي كويس جدا لأنه كان بيدرب الإسماعيلي طبعا هو أي مدرب شغال في أفريقي عارف مدرب النادي الأهلي كويس جدا لما تعرف أو تشتغل في الدور المصري تديك برضو خبرة عن أي مدرب تاني لكن طبعا المسلمان يعني يتفوق عليه في السيريات الزاتية بكتير يعني راجل كورتو إيه هجومية؟ دفاعي دفاعي دفاعيا أكتر منه هجومي وهو حتى شفناه في مباراة فيتا كلوب كان الإسلوب واضح جدا أنه هدفاعي يعني بيلعب على الدفاع المنطقة بيحاول يعتمد على التحاول السيري من الدفاع للهجوم ولهجمة المرتدة